زوبعة عاتية شهدها قطع العدالة في الأيام الماضية بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لحركة في سلك القضاة مست قرابة 3000 قاض حركة أشعلت فتيل الاحتجاجات ودفعت بقضاة الجمهورية ولأول مرة في تاريخ الجزائر إلى الدخول في إضراب مفتوح توقف في يومه العاشر عشرة أيام كاملة حملت معها جوالات عديدة من الشد والجدب في حرب بيانات بين نقابة القضاة والوزارة أظهرت مدى عمق الأزم بينهما لتكلل في الأخير بمفاوضات وتدخل مباشر من السلطات العليا للبلاد لإنهائها بعدما كادت تعصف بقطاع حساس وفي مرحلة صعبة تمر بها الجزائر استجابة القضاة بعد وضع شروط عديدة تم قبول أغلبها وكان من بينها إعادة النظر في حركة التحويلات عن طريق التوجه نحو الطعون وهو الأمر الذي حدث بعد أن قبل المجلس الأعلى للقضاء حوالي 180 طعنا من مجموع 1850 تقدم بها القضاة في شكل تظلمات حيث كانت أغلبها مقبولة في شكلها من ناحية النظر في حالات أزواج القضاة التي باعدت الحركة الأخيرة بينهم بمسافات بعيدة وكذا حالات مرضية صعبة في شكل ملفات طبية تقدم بها القضاة لتبرير طلب تحويلهم من جديد ترجمة نانسي قنقر قطع العدالة وكغيره من القطاعات الأخرى الذي مسته رياح التغيير منذ انطلاق الحراك الشعبي يبقى قطعا سياديا وعمودا للدولة التي وجبا أن يتحقق من خلالها شعار عدالة مستقلة ونزهة ترجمة نانسي قنقر